هاي سيئكو عمين ايه يارب دايما انتو كونوا بخير انا هوريكو النهاردة فيديو جديد ليكو فيا دبل فيس يعني جيها وش وليها ظهر الظهر مختلف عن الوش هتقولولي ازاي في الغالب المبنيج نشتغل حاجة مزطحة بيبقى وشها زي ظهرها بالضبط بس دين مختلفة بحكم الغرزة اللي انا اشتغلت بها كلنا عارفين الغرزة اللي هي بليسيل انا بشتغل غرزة للحشو بس على نص السلسلة الورا بتبقى حشو على نص السلسلة اللي هي الباكلوب وبفضل شغالة كده لحد الاخر بتديني غرزة البلايسيل وعارفين غرزة تانية اللي هي العمود بلفها برضو على الباكلوب بتديني غرزة زي الاكورديون كده دور طالع ودور نازل فدي غرزة ودي غرزة فانحطيت الغرزتين في بعض عملت دور ودور فطلع لي وش ده شكل الغرزة ومطلع لي ده شكل تاني للغرزة مفضل ده وده انا حطاهم اتنين جنبى بعض انا لفها الكوفية هي ده كده وش وده وش تاني فدي بتبقى حلوة قوي لو انا عايز اعمل حاجة رجالي وتكون مميزة اللي عايز يبين ان هي تكون هادية شوية يحط ده اللي عايز يبين فيها تجزيع شوية او فيها سري دي حاجة بسيطة يبين ده البقر كان قليز واغيت بقرتين اللي حاجات بسيطة طبعا مع الشرقشيب بتاعتهم انا بدأت اقول حاجة بمتين سلسلة طول بتاعها حوالي متر وسبعين نحاول ما نعملش الكوفيات طويلة قوي لان هي مع اللبس بتريح فبتطول اكتر فنحاول ان احنا لو حد طالب مننا متين ما نعملهاش متين بالظبط نحاول نعملها مية وتمانين او مية وسبعين وهي مع اللبس والشد بتاعها هي هتبدأت تريحة سريعا الغرزة ازاي انا بدأت اقول حاجة بمتين سلسلة اشتغلت او دور اشتغلت حشو بعدين عمود وبعدين عمود وبعدين حشو بس اشتغل في الحشو العمود على نص السلسلة اللي ورا فاداني وش وظهر للغرزة اداني الوش ده وده ضهر او ده الظهر وده الوش مش مشكلة اهم حاجة زي ما بدأنا بالحشو ننهي بالحشو كشكل جميل بس مش اكتر انا الموضوع مش مستاهل ان انا ابدأ الكفية من اول الاخر من اول السلسل والحشو والعمود بلفها لاني طبعا انتو اكبر من كده بكتير انتو professional اكتر من انا ابدأ معاكم الكفية من اولها بس انا عملت حاجة مختلفة فكنت حابة ان انا اشارككم بيها واستنوني في الفيديوهات الجاية